أولاً مستوى المعيشة هذا لدور أكيد نتلاحظ أستاذ يوسف أنه خاصة الشباب يعني أي جهاز جديد ينزل مثلاً من أي جهاز هاتف ذكي على طول يشتري أحدث موديل مع أن الموديل الثاني ما صار الله يمكن أن يكون طويلة عنده ويمكن لو تسئله ليش شرأت أحدث موديل يقول لك أنا أخذ أحدث شيء مع أن يمكنه في علد كبير منه ما يستخدم أكثر من 30 فيلمية من قدرات الهاتف الذكي هذا فإذاً في قدرة شرائية أيضاً الإنترنت بالنسبة بسبب القدرة الشرائية المصاريف الإنترنت أو تكلفة الاتصال العريض بالإنترنت تعتبر منخفضة بالنسبة لنا يعني نحن نحن عادي عنده شخص يدخل على اليوتيوب ويشوف أفلام وغيرها مع أنه لو بلدان ثانية هذا يأخذ باندويت عليه ويعطي عليه تكلفة عالية فيكون حذر حتى لما يدخل على ملفات الفيديو وهذا السبب الذي خلى السناب شات ينتشر في الكويت أكثر من أي دولة أو أكثر من مناطق كثيرة في العالم لأن نحن في النهاية الفيديو ما عندنا مشكلة نشوف لأن الباندويت عندنا عالي قاعد نستخدم نطاق العريض هاي باندويت بدون أي مشكلة وبدون أي تكاليف بدون أي تكاليف يعني مثلاً في أمريكا وفي أوروبا في مناطق ثاني يكونون حذرين ويأخذون عليك أو يأخذون تكاليف لقابل هذا الاستفدام للباندويت اشتركوا في القناة